موسيقى وهكذا سيكون مؤمنا وباستطاعة الأم بعدها أن تقول مرحبا مقاعد الأطفال في الطائرات ينتجها أوفي جرونينغ ومن عملائه شركة أيرباس لصناعة الطائرات والتي تطلب مواصفات خاصة أيرباس تضع شروط صعبة ومواصفات خاصة لمقاومة الاهتزازات المحتملة للمقصورة أو تجهيزات الطائرة عند تعطل أحد محركات الطائرة أو انقطاع أحد الكابلات ويتعين في هذه الحالة أن تصمد المقاعد والخزائن أيضا أمام الاهتزازات وقد تمكنت شركتنا بالفعل من تحقيق المطلوب منها اعتادت هذه الشركة العائلية على تلبية المواصفات الصعبة للشركات الكبيرة كأيرباس فالأثاث المستخدم كالجدران الفاصلة يجب أن يلائم الطائرة ويتميز بالخفة وبمقاومة الحريق أيرباس تطلب الآن من الموردين كإينوفينت أن تتحمل تكاليف تطوير المنتجات بهذا الشكل علينا أن نخوض التزامات طويلة المدى أي أن نلتزم بتعاقدات لا ترتبط أحيانا بحجم الانتاج وهذا يعني بالنسبة لنا كشركة متوسطة أن يجري التعامل معنا كموردين كبار وهذا ليس منصفنا ففي هذه الحالة ستصبح الأمور صعبة على الشركات المتوسطة لأن لدينا هياكل انتاجية مختلفة عن كبار الموردين تحبذ أيرباس التعامل مع الشركات الكبيرة لكن الصغار منها لا يريدون الرضوخ نحن نقوم هنا بتوفير وتامين فرص العمل ولا نقبل أن تهملنا أكبر شركة منتجة لطائرات في أوروبا هذا غير مقبول وليمكن أن تنجح هذه الطريقة في الوقت الحالي تنهال الطلبات الكبيرة على أيرباس وبلغ عدد الطائرات المطلوبة منها خلال السنوات الثمانية المقبلة خمسة آلاف وثلاثمائة طائرة الآن تضعف أيرباس ضغوطها على الموردين وتطلب منهم أن يحذو حذوها وأن يضعوا أنفسهم على الصعيد العالمي الرابط المحلي تحذر من أن الموردين في شمال ألمانيا من الشركات الصغيرة أو المتوسطة يصعب عليهم التوسع عالميا هذا الأمر ينطبق على أوفغروننغ الذي يعمل لديه نحو ثلاثين شخصا ويتعين على الورش والمصانع إيجاد حل لمشاكلها الطريقة السيئة التي يتم بها في الوقت الحالي تسليم الطالبيات لا يمكن قبولها وينبغي تغييرها في المستقبل وإذا لم يفطر الناس في الوقت المناسب لما يحدث فستنخفض عدد وفرص العمل وهذا سيمثل خطرا كبيرا نحن نرى الآن أن الشركات الكبيرة تقوم بالتوريد للأسواق المحلية ليس فقط في أوروبا وإنما في الصين والولايات المتحدة وإذا لم نفعل شيئا بالنسبة للصغار فالفرصة ستضيع الحل الوحيد أمام هذه الشركة المتوسطة في هامبورغ هو الاستقلال عن أيرباس وهو ما تقوم به شركة إينوفينت منذ عدة سنوات فهي تورد الخزائن والرفوف لـ 25 شركة طيران وكل شركة لها طلباتها الخاصة التميز أجعل إنتاج الشركة الألمانية مطلوبا عالميا هناك شركات أخرى وبفضل إمكانياتنا بمقدورنا أن نقوم بتحويل إنتاجنا لشركات منافسة ولجميع منتج الطائرات كما أن عمليات الإنتاج تتوقف في أي حال على نموذج ونوع الطائرة محاولة إيجاد عملاء إلى جانب أيرباس يعتبر أمرا جيدا ولكنه لن يحدث سريعا قائمة العملاء تزيد مع مرور الوقت وهذا أمر مهم وعندما أطالب أي شركة لأن بالتوسع فلن يحدث هذا بضغطة الزر وإنما يحتاج إلى عشرة أعوام على الأقل لكن الموردين الصغار يريدون تحقيق هذا الهدف الموردون الصغار يواجهون أوقات عصيبة وأيرباس تجد أن مطالبها مبررة بذلك يزداد الضغط في شمال ألمانيا ليس فقط على الشركات المتوسطة فحسب وإنما على الجميع